سلام ونعمة سلام ومحبة المسيح معكم اهلا وسهلا بكم بتأملنا لهذا اليوم موضوع تأملنا هو يكونان جسد واحد الموضوع هو عن الزواج بالكتاب المقدس يعتبر هو الكتالوج فعلا للحياة الزوجية في الكتاب المقدس من البداية في السفر التكويني بيتكلم عن انه الله خلق لآدم حواء بعدين بصحاح الثاني والعدد 24 مكتوب لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بأمرأته ويكونان جسدا واحدا انا ما عرف كم مرة انت سمعت هالآية وما عرف اذا انت سامعها اصلا الآية هاي تعتبر فعلا الآية المفتاحية في الكتاب المقدس عن موضوع الزواج يتكلم عن الترك يتكلم عن الاتصاق يتكلم عن الرجل والمرأة وبعدين يصيرون جسد واحد بعدين معناتها انه الرجل من يتزوج بيكون جسد واحد ويزوجته المرأة من تتزوج بيكون جسد واحد مع زوجها احنا محتاجين فعلا نعيد النظر في مفهوم الزواج عمود نقدر نطبق هذه الحقيقة اللي مكتوبة في كلمة الراب الالتصاق معناتها انه انا وزوجتي بنكون او احنا اردي بمستوى واحد انه هدف واحد انه هي تكون بالمرتبة الاولى اليه وانا بكون لها بالمرتبة الاولى وبنفس الوقت الالتصاق بيكون بين امرأة واحدة ورجل واحد اكيد هذا الموضوع كبير فعلا محتاجين انه نتكلم به بالايام القادمة موضوع الزواج لكن اريد ان اشجعك فعلا انه نفهم الزواج من خلال الكتاب المقدس الكتاب المقدس ايضا الاهل القراناها بتتكلم ايضا عن الترك الترك الاهل او الاب والام هذا ما يعني نهائيا هو الاهمال للاهل لكن معناتها بان انا بلتصق وبكون جسد واحد مع زوجتي هي اللي راح تكون ويايا كل السنين القادمة الى الموت اللي يفصلنا فالهذا انا بعطي الاولوية لزوجتي هاليوم انا اريد اصلي انه المتزوجين الرب ينطيكم قوة ينطيكم فعلا حكمة ينطيكم فرح لحياتكم الزوجية ويريد انا اصلي من اجل العزابية بصورة عامة البنات والشباب انه الرب يرتب لهم شريك حياة مناسب لهم يا رب يسوع انا بشكرك من اجل كلمتك اللي بيعلمنا كثير اشياء اساسية من ضمنها مفهوم الزواج اللي انت يا رب اخترعت اللي انت ابتكرتها اللي انت اعطيتها لآدم والحواء واللي بتعطيها اليوم النا ايضا اصلي باسم المسيح من اجل بركة على كل المتزوجين وايضا يا رب اصلي من اجل العزابية انه انت اللي بترتب شريك حياة مناسب لهم باسم المسيح يسوع اصلي امين امين الرب يبارككم ونشوفكم بالحلقة القادمة اشتركوا في القناة